ايوه هذا الخبر اللي عمل جدل كتير كبير مبارح السوشال ميديا وبعد لما نشرناه يملكان صالون حلاقة اعتقال سوريين احرقا مبنى تجاري في النمسة للاحتيال على التأمين حيث قام السوريين بيدرامنر بشكل متعمد واشعال حريق كبير في مبنى سكني وتجاري هم يملكان صالون للحلاقة فيه في مدينة ليزن بولاية اشتاير مارك جنوب شرق البلاد يعني تقريبا بالمناطق الحدودية مع ايطاليا طبعا الخبر يعني فيه تفاصيل كتير بصراحة ولكن ما يقال به يعني انه بعد ما صار في هذا الحريق امتد لكافة انحاء البناء وتم اجلاء عشرين شخص من سكان البناء وبعد عدة تحقيقات للاطفاء تبين ما عندهم انه انه على ما يبدو يوجد مواد حارقة داخل البناء وتم تتبعها حتى توصلوا الى صالون هذا صالون الحلاقة مشاهدوا يعني بعض المواد التي يعتقد انها تساعد في الاشعال وعندما ذهبوا الى شقة الشابين السوريين يعني تبين انه يوجد على ما يبدو ادلة اخرى تدين وتؤكد ان الشابان السوريان قام بالاحراق طبعا نحن لا نؤكد ولا ننفي هذا الخبر القضاء النمساوي هو هو المعني بكشف حقيقة هذا الامر صحته من عدمه ولكن يعني ذهبت الصحيفة بابعد من ذلك التي نشرت الخبر وقالت انه الشابان يعني قاما بالتأمين على الصالون الخاص بهم وفي حالة الحريق طبعا الذي يؤمن على محله بيطلع له مبلغ كبير من التأمين طبعا التأمين من يقيمه عشرين تلاتين خمسين مئة الف مئتين الف يعني ممكن انه يقيم على هو قيمة الممتلكات الموجودة وبناء على ذلك يتم تعويضه طبعا التحقيقات مستمرة بهذه القضية ولم يدان احد حتى اليوم يعني حتى ما احد يحاول ياخذ من عنا كلام معين ويقولن انه نحن عما نحكي بطريقة ادانة نحن الخبر واضح يعتقد انهم قاموا بذلك يعتقد انهم يريدون الاحتيال على شركة التأمين ولا يوجد اي ادانة حتى الان بهذا الخصوص